السلام عليكم وقلنا الأمطار تنقسم إلى قسمين قسم يجري فوق سطح الأرض وقسم يجري تحت سطح الأرض فيما يخص الأمطار بحيث ذاتها تعلمنا شلون نحسب المعدل المطري سواء كان طريقة المعدل الحسابي أو بطريقة الثايسون أو بطريقة الآيزوهيتد وأيضا تعلمنا شلون نحسب التسرب بطريقة هورتن مثوت وقلنا هناك طريقة عملية لحساب التسرب اللي هي طريقة الفاي انديكس هذه تفرض أنه التسرب راح يكون ثابت من بداية المطرة إلى نهاية المطرة أما في طريقة هورتن أو الهورتن مثوت فلاحظنا أنه التسرب يكون أو التسرب المياه الانفلتريشن يكون عالي عنده بداية المطرة بعد ذلك يبدأ يتناقص عنده نهاية المطر في محاضرة اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الرنوف اللي هو الجزء الثاني من المياه المجمع من الأمطار يعني لما تحدث عدي أمطار هذه الأمطار راح أثناء سقوطها على الأرض راح يحدث بها جزء منعتها يمر على السطح المياه الأمطار اللي راح تستمر بالجريان فوق سطح الأرض وهذا يسمو الرنوف احنا سابقا تعلمنا شلون نحسب الانفلتريشن وتعلمنا شلون نحسب معدل سقوط الأمطار إذا نظر عندي فقط أتعلم شلون أحسب هذا الرنوف فالرنوف ينقسم إلى قسمين القسم الأول يسموه الدايركت رنوف والدايركت رنوف اللي هو يحدث فوق سطح الأرض الدايركت رنوف هو هذا الجزء اللي يحدث فوق سطح الأرض بينما البيسي فلو أو الجزء الثاني من هذه الأمطار هي المياه المتحركة في المياه يعني تحت سطح الأرض هذه احنا نحسبها هذه المياه المتحركة تحت سطح الأرض نحسبها مع يعني مع كمية المياه المتسربة فاللي يهمنا فقط الدايركت رنوف هنا شلون يتم حسابه الدايركت رنوف قلنا هو يعني المياه اللي راح تكون جارية على سطح الأرض بعد سقوط الأبطار بينما البيسي فلو هو المياه اللي راح تكون موجودة تحت سطح الأرض واللي تم تجميعها بواسطة الانفلتريشن بواسطة التسرب بعد ذلك هذه المياه تبدأ تتحرك المياه الجوفية تبدأ تتحرك من المناطق المرتفعة إلى المناطق الواطئة من ناحية المنسوب هذا الموضوع مرتبط بشيء اسمه الهايدروغراف والهايدروغراف إذا لاحب هو عبارة عن علاقة بين التصريف والزمن علاقة بين التصريف والزمن شوف لما هذه المياه تجري على سطح الأرض راح تجري بتصريف معين في موعد آخر من المطرق قادم آخر نشوف حثة بهذا التصريف بعد ذلك بتصريف آخر وهكذا هذه علاقة التصريف الجريان اللي يحدث يعني الجريان اللي يحدث مع الزمن هذا المخطط يسموه هايدروغراف بينما هذا المخطط اللي بالأسفل اللي هو علاقة المطر شوف المطر هنا انتبه مع الزمن يسموه مثل ما عرفنا هايدروغراف فالهايدروغراف يمثل علاقة التصريف مع الزمن خلال الفترة المطرية بينما الهايدروغراف يمثل علاقة المطر مع الزمن شدة المطر مع الزمن طبعا كثير من العوامل كثير من العوامل يتأثر على الرنوف هذه العوامل منها تخص الباسيين كاراسترستيك يعني شنو يعني المنطقة اللي يصاقط بيها المطر سواء كان حجمها الميل المنسوب المنطقة هي شكلها بصورة عامة هذه تخص البيسن بينما اكو عوامل مرتبطة اذا بالتسرب كأن تكون يعني المطر يفرق من يسقط في منطقة تكون بيها الارض مبلطة ومنطقة تكون بيها بنايات عن ما يسقط المطر في مناطق تربة يعني ما موجودة بيها ما موجودة بيها هذه البنايات او ما موجودة بيها هذه الشوارع لان لما تنطر في المدن راح يبقى المياه يعني راح تبقى المياه فوق سطح الارض فبالتالي راح يكون الجريان اعلى بينما بالمناطق الناية او مناطق الريفية او غيرها من الاماكن اللي يحدث انه التربة الها قابلية على امتصاص المياه يعني سلم فلتريشن وبالتالي يقيل الرنوف اللاحظة هنا ايضا نوعية التربة حتى بالمناطق اللي تكون بيها الغطاء النباتي او تحت يعني او هي منطقة تربة هذه التربة قد تكون تربة رملية والتربة الرملية مثلا مساماتها جدا عالية راح تمتص المياه مو مثل ما تكون الامطار مصاقطة على منطقة بيها تربة طينية من ناحية الوجود بحيرات او وجود انهار هذه ايضا تأثر على كمية الرنوف كذلك خصائص الانهار او القنوات اللي موجودة بالمنطقة هذه كلها عوامل تأثر على الرنوف هذا فيما يخص جانب الفيوزولوجيك الرافك اللي هو يعني الخصائص الفيزيائية اللي تأثر او العوامل الفيزيائية اللي تأثر على الرنوف اكليماتيك اللي هي العوامل اللي مرتبطة بالجو شدة المطرة نفسها طول المطر كمية المطر هذه مرتبطة بالجو كل ما تزداد شدة المطر كل ما يزداد مدة المطر لديوريشن مالتها هذه راح تزيد كمية الرنوف كمية التبخر اللي يحدث بعد يعني اثناء المطر وكذلك الانيشيال لوز يعني التسرب الابتدائي اللي يحصل عدي اش قد يأثر على كمية الرنوف فهذه هي العوامل المؤثرة على القيمة الرنوف طيب الشون نحسب الرنوف يعني الشون يتم حساب الرنوف طبعا الرنوف او الجريان السطحي يتم حسابه از يعني حجم يعني نحش حجم يعني مو تصيف رح نحش شون نحسب الرنوف از 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 هذي طريقة السويل conservation service اللي هي طريقة معتمدة تعتمد على براميتر واحد اللي هو اسمه الكيرف نمبر سي ان وهذا الكيرف نمبر يأثر على كمية الرنوف اللي يحدث الكيرف نمبر او الاس CS كيرف نمبر هاي الطريقة تعتمد انه كمية المياه المتساقطة راح تكون اما كمية المياه المتساقطة راح تكون اما متسربة او جارية فوق سطح الارض فبهي كحالة كمية التصريف اللي يحسب من هذه المعادلة راح يكون هنا قيمة للتصريف يعني اكو جريان لما تكون الامطار اكبر من التسرب او الانفلتريشن اما اذا كانت الامطار اقل او مساوية الى التسرب فبهي كحالة ما راح يكون جريان سطحي خليني ارجع الى هذا الرسم اهنان احنا عدنا هذه المنطقة اللي بالاسفل اللي هذا اسفل هذا الخط هذه هي كمية التسرب الانفلتريشن اللي يحدث بالتربة وعندنا هذه الخطوط المسننة هذه الهايتوغراف هذا يمثل شدة المطر P استاذ هذه الخطوط تمثل شدة المطر لا لا هذه مثلا هنا عدنا شدة مطر هنا عدنا شدة مطر تختلف هنا هذه شدة مطر لاحظ هذا الهايتوغراف هذا الهايتوغراف اللحظ من الساعة صفر الى الساعة الثانية كان كمية الانطار المتساقطة هذه اقل من قيمة الانفلتريشن فبهي جحالة كل المياه رح تسرب تحت الارض فما رح يصير جريان سطحي يعني ما رح يبقى ماء فوق الارض ليش لان التربة تمتصها كله بينما هنا شوف كمية الانطار او الانتنسيتي ارتفعت فجزء منها راح تحت الارض وبقى هذا الجزء ب فوق الارض يعني فصار ب رانوف نفس الكلام للساعة اللي بعدها وهنا ايضا هذه المنطقة اهنا بينما اهنا نلاحظ انه الامطار بدت تقيل في الامطار كل الامطار اللي ساقطت راح تتسربت تحت الارض وما بقى عندنا جريان سطحي هذا هو تفسير لهذه المعادلة اللي انه يكون جريان سطحي عندنا جريان سطحي نحسب من هاي المعادلة اذا كانت كمية الامطار اكبر من الانفلتر وكمية الجريان السطحي راح يكون صفر اذا كانت الامطار اقل واضحة واضح دكتور زي حسا الكيرف نمبر هذا الكيرف نمبر شون نحس به او شنو هو هذا الكيرف نمبر هذا الكيرف نمبر رقم يمثل الامكانية للتربة للاحتفاظ او يعني تسريب المياه ويعتمد على طبيعة المنطقة وكذلك حالة الرطوبة في التربة يتم حساب الكيرف نمبر او العلاقة بين هذا المقدار اس احنا اللي يسمينا مع الكيرف نمبر يتم حسابه حسب هذه العلاقة هذه بوحدات ال SI unit يعني بوحدات المترك لو اعيد صياغة هذه المعادلة يعني حتى اوجد الكيرف نمبر بدلالة الاس احنا اوجد الاس بدلالة الكيرف نمبر فاذا اعيد ترتيب المعادلة راح يكون الكيرف نمبر مساوي الى هذه القيمة واللي قيمة الكيرف نمبر دائما احنا اريد تخلي بالك دائما قيمة الكيرف نمبر اقل او تساوي 100 واكبر او تساوي صفر يعني الكيرف نمبر يكون محصور بين الصفر والمية اوكي زي هذا الرقم وهذا الرقم بشي يمثل تخلي نفهمها الرقم الكيرف نمبر هذا الكيرف نمبر كل ما يكبر كل ما يزداد الرقم يمثلي يمثلي ان قيم التسرب قيم التسرب اصبحت قليلة يعني كل ما يكون الرقم اكبر كل ما يكون التسرب اقل خلينا اخذها بمعنى اخر كل ما يكون هذا الرقم اكبر كل ما ازداد الرنوف يعني كل ما يكبر الرقم هذا الكيرف نمبر الرنوف يزداد واذا يقل هذا الرقم الكيرف نمبر الرنوف راح يقل بمعنى اخر لما اجي اخذ الكيرف نمبر للبيفمنت اللي هو التبليط يعني هذا الشوارع المبلطة هذا الرقم مالة الكيرف نمبر تقريبا 98 شنو معنى معنى كل الامطار اللي راح تسقط راح تبقى فوق سطح البايفمنت يعني فوق سطح التبليط راح يصير عندنا رنوف عالي بينما للتراب الرملية مثلا الكيرف نمبر يوصل للاربعين فهنان معنى المياه اللي راح تجري قليلة جدا لان اغلب المياه راح تروح تسترب تحت سطح الارض طبعا ناكو جداول خاصة بالكيرف نمبر وهاي الجداول تعتمد على نوع التربة الرطوبة واستخدامات هذه الارض فعدنا بالنسبة للسويل تايب يعني بالاعتماد على نوعية التربة نشوف انه التربة تصنف الى اربع اصناف يعني صنفون التربة الى اربع اصناف اللي هو كلاس اي كلاس بي كلاس سي وكلاس دي تبعا لي التسرب وخصائص وخصائص التربة فنشوف انه الكلاس اي الكلاس اي هذي يكون عدها التربة انفلتريشن عالي يعني تسرب عالي بينما الكلاس بي يعني عدها معدل معتدل ولكلاس سي تحتوي low infiltration يعني تكون بيها التسرب قليل بينما الكلاس دي يكون very low infiltration يعني تسرب قليل جدا يعني هذي الكلاس دي اللي هو التبليط سطوح المنازل هنا خللكم امثلة examples لكل نوع تربة examples لكل نوع تربة فهذا تصنيف الترب يعني مجرد هذا تصنيف حتى نعرف شنو الفرق بين الكلاس A ولكلاس D بصورة عامة من الكلاس A إلى الكلاس D اهنان هاي infiltration هاي very high infiltration A D very low infiltration يعني عندي التربة اللي نوعها A تمتلك تسرب عالي يعني المياه تروح تسرب بها كل بينما التربة اللي نوعها دي التسرب يكون قليل جدا وبهي من من ناحية الرطوبة المحتوى الرطوبي للتربة القيم القيم اللي تعتمد أو خلينا نقول شون يصنفوها هم يصنفوها إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع حسبا يعني بالاعتماد إلى المحتوى الرطوبي فأقو AMC1 AMC2 AMC3 AMC1 هي التربة لما تكون جافة هذه تربة تكون جافة جدا AMC3 هي لما يكون عندنا التربة مشبعة لدرجة أنه حصل أمطار عليها لمدة خمس أيام فكانت مشبعة جدا يعني التربة مشبعة جدا AMC2 هو الأفرج يعني المعدل لا هي تربة نحسبها تربة جافة مثل الترب اللي بالصحراء ولا هي تربة مشبعة جدا لدرجة أنه الأمطار مستمر عليها يعني مدة طويلة فنعتبر AMC Average هو القيم اللي موجودة هذه AMC2 هي اللي تطيني قيم الكيرف نمبر وهذا الكيرف نمبر اللي أنا أخذه وأحصل من الجداول هو يكون لحالة AMC2 طيب شلون أحول أحيانا قد يجي سؤالي يقول لك أحسب أحسب كمية الرنوف مثلا الجريان لو كانت هذه التربة جافة أنا بالجداول ما عندي ما عندي الكيرف نمبر مال التربة الجافة أنا عندي المعدل يعني الجداول تحتوي المعدل لكل الترب أو يقول لي مثلا أحسب الرنوف لما التربة تكون متعرضة للأمطار لمدة خمسة أيام سابقا فأني لازم أستخدم الكيرف نمبر بحالة AMC3 بس أنا بالجداول عندي الكيرف نمبر مال AMC2 فشنو أحول ببيانات هن من خلال هذه العلاق حتى أحول حتى أحول إلى الكيرف نمبر لل AMC1 باستخدام الكيرف نمبر اللي أحصل من الجداول الآن أطبق هذه المعادلة وحتى أحول الكيرف نمبر في حالة التشبع أطبق هذه المعادلة فأني أستخدم الكيرف نمبر اللي ألقام من الجداول لما يكون عندي مطلوب أن أحسب كمية الرنوف اللي يحدث أثناء فترة الجفاف أو أثناء فترة تشبع التربة بالأمطار هذا مجرد هنا توضيح لأنه كل الكيرف نمبر اللي موجودة بالجداول هي الكيرف نمبر 2 لازم تبقى في بالكم كل القيم اللي تعطى لك من الجداول هي الكيرف نمبر 2 إلا إذا أحد أو كان منطوق الأس إليه إنه هذا الكيرف نمبر في حالة الجفاف أو في حالة التشبر خلينا نشوف هاي القيم مثلا تختلف حسب نوع التوربو حسب نوع الغطاء اللي موجود بها مثلا خلينا أخذ فتش هنا هذا حصو شوف لما يكون التوربو كلاس A أي شنو بالكلاس A الرنوف قليل والإنفلتريشن عالي فالكيرف نمبر شوف قليل بينما لما يكون كلاس D اللي هو الإنفلتريشن بي قليل والرنوف عالي لاحظ إنه قيمة الكيرف نمبر تزداد هذا الكيرف نمبر هاي الأرقام كلها هي كيرف نمبر 2 فإذا أريد أنا أستخدمها في ال dry season أو في ال wet season لازم أحولها مثل ما شفنا شلون نحولها باستخدام القوانين قيمة لمدة اللي تذكرون هذه قلنا لما يكون أكبر من لمدة S أو أصغر من لمدة S هذه القيمة طبعا كثير أكو دراسات عليها وكثير أكو ناس تريد تعرف شقد هو هذا المعدل لأن هذا الرقم مختلف من منطقة إلى أخرى من استخدام إلى آخر من دولة إلى أخرى من طبيعة طبغرافية إلى طبيعة طبغرافية أخرى تختلف بس إحنا نعتمد قيمة لمدة تساوي point two إلا إذا إنت أعطيت قيمة أخرى للاستخدام أما إذا هذا القيمة ما معطات إلك فإنت رأسا لازم تعرف أنه قيمة لمدة تساوي point two والمعادلة اللي راح تظهر أنه من استخدام قيمة لمدة تساوي point two يسموها الstandard S C S curve number equation اللي هي هذه المعادلة فبتعويض point two نشوف أنه هنا P minus point two S تربيع على P زائد point eight S هذه هي كمية التصريف فإذا كان P أكبر من point two S راح يصير عندنا runoff أما إذا كانت P أصغر أو تساوي point two S الـ Q راح يكون مساوي إلى صفر خلينا نأخذ مثال خلينا نأخذ مثال هذا المثال مطلوب عندنا مساحة منطقة مساحة 350 هكتار الكيرب نمبر الكيرب نمبر هنا أشوف 70 في حالة شنو AMC3 المطلوب المطلوب أحسب قيمة الـ direct runoff بعد أربعة أيام من المطر وهنا use الـ standard SCN equation يعني اللي يكون بيها اللمدة point two المفروض what would be the runoff volume if هذا الكيرب نمبر صار 80 يعني أول شي خلي نحسب ه لما الكيرب نمبر 70 وبعدين بالمطلب الثاني نشوف إش قد راح يصير الـ runoff volume إذا كان إذا كان هذا الكيرب نمبر 80 هنا الفكرة إنه نريد نشوف تأثير الـ runoff ازداد أو نقص على كمية الأمطار بالمطلب فبداية إحنا اللي معطى إنه شنو إحنا معطى إنه قيمة الكيرب نمبر 70 فحتى أوجد قيمة S أعوض في المعادلة اللي عندي 25400 تقسيم الكيرب نمبر ماينوس 254 يطلع عدي 108.6 هذه قيمة S زين راح أجي أحط هذه القيمة هنا حتى أحسب قيمة الكيو فالكيو لازم يكون موجود يعني راح يصير رانوف إذا كانت P الأمطار المتساقطة اللي هي معطاة إنه بهذا الجدول أكبر من 0.2 S أكبر من 0.2 S ال 0.2 S حسبناها هي 21 0.2 P 108 0.6 شقد تطلع 21 0.7 0.8 تمام تمام ستاف زين راح نجي راح نجي على اليوم الأول هذا أول يوم قيمة P 50 أكبر لو أصغر من 21 أكبر أكبر إذن إذا أكبر راح يصير رانوف لو ما يصير هذا السيين جزي فأجي أحسب قيمة الرانوف باستخدام هذه المعادلة أعوض قيمة P هنا 50 أعوض قيمة S 108 وأحسب قيمة Q طلع الQ عندي 5 point 8 1 هنا نتبه الوحدات ملي متر الوحدات ملي متر زين نجي لليوم الثاني إيش قد الأمطار أقل 20 20 يعني راح يصير تصريف يعني ما يصير فهنا رأسنا أحط صفر رأسنا أحط صفر لأن هذه القيمة أقل من point 2 S أجب ثالث يوم الأمطار جيد 30 أكبر من هذا صح تمام فأرجع أحسب من المعادلة أعوض هنا بدل P 30 point 2 S هنا أيضا أحط 30 أطلع قيمة Q هذه طلعنا قيمة Q هنا 18 أقل 1 صفر طيب حس الأمطار كإنما حس لأني أجي هذه المنطقة المساحة قبل ما أروح للنقطة الثانية واضح إش سويت بهذا الجدول شباب أستاذ واضح جيد حس أنا جمعت هذه الجريان اللي حدث بأول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم هذا هو المجموع الكلي لعمق الجريان اللي راح يحدث على هذه الأرض فمعناه أنه هذه الأرض كلها هذه صار بيها جريان عمقه كإنما هاي شي ذالي دار سين صار عدي عمق جريان هذا العمق مقدار ستة وينت ثلاثة تسعة زين شو نحسب الحجم الحجم هو المساحة الأيرية العمق في العمق المساحة في العمق فهنا عندي المساحة 350 هكتار حولتها إلى متر مربع وحولت هذه المليمتر إلى متر طلع عدي قيمة الرنوف الحجم اللي ما الحجم الأمطار كمية الأمطار يعني لو عندي خزان على كبر هذه الأرض سقطت بي الأمطار وجمعت ها فآني جمعت 22,365 متر مكعب يعني 22,365 خزان مال مي من ذني المربعات المكعبات اللي تنحط فوق البيوت لأن كل واحد من ذني هو واحد متر مكعب هذا لما الكيرف نمبر يساوي 70 زياد بالحال نعم دكتور أنا كل افتهم بس انقطع الاتصال على البداية 25,000 27,470 حتى نطلع الاس زياد شبه هاي عايشة دكتور ما مفتهمت هذا الرقم من جبنا الاس موجودة بالسؤال أوكي بس هاي رقم نمبر ارجع للسلايد اللي قبل هذا مرتين عادي ارجع ويا تشوف من السحراء وشياء هاي من الاس هذه الاس هي الاس تساوي 25,400 على الكيرف نمبر ناقص 254 أو اقدر اكتبها بهذا الشكل اطلع ال 254 عام المشترك واضح تمام دكتور يعني هذا قانون قانون نعم شكرا دكتور حسنا حسبنا بالمثال لما يكون الكيرف نمبر 70 صح بالمطلب الثاني بالمطلب الثاني الكيرف نمبر ازداد صال 80 خليني اذكركم بهاي الكيرف نمبر منا ازداد ومنا يقل زين ونحط لفوق الرن أوف ونحط بالاسفل الان فإذا ازداد الكيرف نمبر الرن أوف يزداد ويا وإذا قل الكيرف نمبر الرن أوف يقل ويا الانفلتر بالعكس الانفلتر بالعكس فآني اتوقع المفروض انه قيمة قيمة الحجم هذا راح يكبر لما يكون الرقم اكبر وخلينا نجي نشوف بالأرقام شنو اللي صار عدي اللي صار عدي لما عندي الكيرف نمبر 80 أجي أحسب هذي عايشة هسا عرفتها شنو معادلة اي دكتور عرفتها متى يال هسا نفسها هنا حسب هذا الاس ونجي نستخدم الاس بهذي حتى نوجد ال .2S فإذا أجي .2 في 6 3 .5 شكت تطلع 12 .7 ملي متر هال ال .2S أجي على أول عمود 50 أكبر من ال 12 أحسب لك 20 20 أكبر من ال 12 أحسب لك 30 أكبر 30 أكبر أحسب 18 أكبر أحسب فكل القيم خلال فترة المطر كلها صار رنوف هذا هو total depth يعني 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 منها عد المساحاني الدبث هنا هذا الدبث العمق شكت 18 18 0 6 6 بينما سابقا لما كيرف نمبر 70 6 0 3 9 9 فالحجم حجم المياه المتساقطة أو الجارية على سطح الأرض حجم المياه الجارية على سطح الأرض قوة قيمته هذا المقدار واضح المثال شباب إن شاء الله واضح واضح خلي نشوف هذا المثال الثاني هذه مدينة بالهند مساحة المنطقة 250 هكتار تمتلك نوعية التربة بها Group C والمنطقة المنطقة مقسمة إلى قسمين هذه المنطقة 30% من المنطقة هي غابات Forest و70% من المنطقة هي تربة طينية أفرض أنه AMC عند الأفريج كونديشين يعني شنو AMC 2 راح نستخدم هنا ثانبت هسين فات ملي متر اللمدة اهنانة تساوي 0.1 هاي طبعا اهنانة بالهند يستخدمون انه قيمة اللمدة 0.1 حسب طبيعة التربل اللي يعدهم فوجدوا انه قيمة المدة هي تساوي 0.1 من الجذاول اول شي نسوي نوجد قيم الكيرف نمبر فاحنا شفنا انه الكيرف نمبر قيمته 60 لما تكون عندي المساحة open forest وقيمته 86 لما تكون المساحة او الارضية pasture او تربة مثل الطينية تكون طيب هذه المنطقة مثل ما قلنا هنا الكيرف نمبر ثمانية ستة هنا الكيرف نمبر ستين فالمعدل ما للكيرف نمبر شو نقدر اوجده اوجد المعدل من خلال اقول 30 في ستين زائد ثمانية ستة وثمانين في سبعين الكل عالمية هذا راح يطيني الكيرف نمبر افرج يعني مو افرج هو هو اللي يمثل هاي الارضية يعني بالكامل فلاحظ انه قيمة هذا الرقم هو يعني 30 في ستين واحد ثمانية صفر صفر زائد سبع في ستة سبع تالاف وثمانمية وعشرين هاي سبع تالاف وثمانمية وعشرين هياتها قسمنا عالمية يطلع عدي المعدل ثمانية وسبعين بوينت هذا هو الكيرف نمبر اللي راح استخدمه حتى اوجد قيمة اس ووجدت قيمة اس هي سبعين بوينت ثمانية راح اوجد راح اوجد ال هنا اللمدة بدل ما شنط عوضها بوينت تو راح اعوضها بوينت وان وهنا ايضا اصير واحد ماينس لمدة يصير بوينت ناين بدل ال بوينت ايت احسب كمية الامطار اللي راح تجري اذا انا عندي امطار سقطة قيمة قيمة قيمتها خمسة وسبعين ملي متر اللي يجري منها على سطح الارض وجدت مساوي الى ثلاثة وثلاثين بوينت اثنين خمسة السؤال هو ايش قد راح تكون كمية الامطار المتسربة تحت الارض احد يقدر يقول لي عدي امطار متساقطة مقدارها خمسة وسبعين ملي متر هذه الامطار وجدنا انه اللي يجري على سطح الارض مقدار تلاثة وتلاثين وربع اللي يتسرب تحت الارض جيد 35 ناقص تلاثة وتلاثين وربع يعني بالامتحان إذا أمطيك مثل هيج سؤال مثلا وأقول لك احسب لي كمية الأمطار المتسربة مو تقول لي ما أعرف شون أحسب كمية الأمطار المتسربة أنت تقدر تعرف كمية الأمطار اللي تجري من هذا السؤال والفرق بينهم هو كمية الأمطار المتسربة واضح؟ أريدك تستخدم كل الأفكار اللي عندك واللي شرحناها أنه شون توجد الحلول يعني شون توجد الحل أنت عندك تقدر تعرف إش قد الأمطار اللي تجري هنا بهيش أسئلة بس ما عندي معلومات أقدر أحسب منها قيمة الانفلتريشن مباشرة فأنا ش أسوي أحسب المياه اللي تجري فوق السطح إش قد ومن الفرق مع كمية الأمطار المتساقطة اللي عندي أنا هنا قيمة 75 راح أعرف إش قد كمية الانفلتريشن المتسربة تحت الأرض فبعد ما حسبنا كمية الأمطار عمق الأمطار الجارية نلاحظ أنه كمية أو حجم المياه راح يكون بهذا المقدار سؤال ثاني لو كانت العكس يعني لو كان هاي المنطقة هي 86% وهاي المنطقة هي 60% شنو اللي راح يصير راح يزداد الحجم لو راح يقل حجم المياه المتساقطة اللي جاوبني صح ومنطقي كوزاته من بداية السمستر إلى نهايتها أنطيف المارك بس برازح معلك بس إعادة السؤال ما عيدة ما عيدة للسؤال قريد واحد كان منتبه وياي ويجاوب كوزاته من بداية السمستر إلى نهايتها فل مارك ماكو أوكي العفو دكتور إذا ماكو إحنا شوية نتعد نحيا الضعيف فليقطع أكثر شي الصوت يقطع فلذلك نطلب بعادة لا أكثر شكرا لخير الجزاء الفكرة إنه هو السؤال لو الكيرف نامبر هسا تسمعوني واضح كلكم هسا نسمع واضح لو جبنا الكيرف نامبر بدنا بهذه الصورة يعني هاي المنطقة صار ستة وثمانين وهاي المنطقة صار ستين هذا الرقم راح يكبر لو ينقص وليش حتى أنطي للطالب فل مارك بالكوزيز من بداية السمستر النهايتي أي نور الدين أستاذ يكبر راح يصير ستة وثمانين أقل أو أكبر أو ساو المئة ودي تصير ستين فيصير أكبر يعني هذا الرقم يكبر نعم أستاذ زين بعد ما حتجاوبني صح صديقل الآن بلعك سراحة صحيح ما خالف أنت بعد ما قلت أنا ما حتجاوبني صح أوكي على العموم خلينا نروح للإنتنسيتي ديوريشن فريكوينسي هنا أريد نحسب كمية المضال بس قبل هذا خليني حتى لايك ورح حجم الفيديو خلينا نوقف التسجيل هاي النقطة من تسجيل فيديوه فريكوينسي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة